الجمهورية العربية السورية وزارة التربية منهاج صف التاسع كتاب الرياضيات قسم الجبر الوحدة التعليمية السادسة مبادئ الإحصاء والاحتمال تقدمت مبادر الضوء بصوت عبدالخالق دابرني يتضمن هذا التسجيل الدرس الثالث تجارب عشوائية مركبة أي من الصفحة 119 إلى الصفحة 121 الدرس الثالث تجارب عشوائية مركبة نشاط لدينا دولابان أحدهما A منون والآخر B مرقم تأمل الشكل المرافق توضيح الدولاب A يحوي أربع أقسام أحد هذه الأقسام ملوان باللون الأحمر وباقي الأقسام ملوان باللون الأخضر والدولاب B مقسم إلى 6 أقسام أحد هذه الأقسام يحمل رقم واحد وثلاث أقسام تحمل رقم اثنان وقسمان يحملان رقم ثلاثة انتهى التوضيح ندور هذين الدولابين وننتظر حتى يستقر سيستقر الدولاب A بحيث نحصل على اللون الأحمر R أو على اللون الأخضر V وسيستقر الدولاب B على الرقم واحد أو على الرقم اثنان أو على الرقم ثلاثة إحدى نتائج هذه التجربة هي على سبيل المثال بين قوسين R فاصل واحد أي استقرار الدولاب A على اللون الأحمر واستقرار الدولاب B على الرقم واحد أولاً أكتب لائحة بالنتائج الممكنة الحل النتائج الممكنة هي أن يستقر الدولاب A على اللون الأحمر أي R وأن يستقر الدولاب B على الرقم واحد ونكتبه بين قوسين R فاصل واحد والنتيجة الممكنة الثانية هي أن يستقر الدولاب A على اللون الأحمر ويستقر الدولاب B على رقم 2 ونكتبه بين قوسين R.2 والنتيجة السالسة هي بين قوسين R.3 والنتيجة الرابعة هي أن يستقر الدولاب A على اللون الأغضر وأن يستقر الدولاب B على الرقم 1 ونكتبه بين قوسين V.1 والنتيجة الخامسة هي بين قوسين V.2 والنتيجة السادسة هي V.3 أي هنا لدينا 6 احتمالات لهذين الدولابين إذا ذرا معنا ثانيا إنسخوا أكمل شجرة الإمكانات وحمل فرورها بالاحتمالات الحل هنا لدينا دولابين ولرسم شجرة الإمكانات نأخذ أحد الدولابين ونبدأ برسم شجرة إمكانته وهنا نبدأ بالدولاب الذي يحمل لونين فتكون شجرة إمكانته هي فرعين الفرع الأول يمثل اللون الأحمر R واحتماله 1 على 4 والفرع الثاني يمثل اللون الأخضر واحتماله 3 على 4 ولإكمال شجرة الإمكانات بحيث تعبر عن هذين الدولابين إذا دارا معا واستقرى معا سنقوم برسم فرع شجرة الإمكانات في حال استقرت دولاب A على اللون الأحمر فهنا لدينا 3 أفرع وهي الفرع الأول يمثل قيمة 1 واحتماله 1 على 6 والفرع الثاني يمثل الرقم 2 واحتماله 1 على 3 والفرع الثالث يمثل القيمة 3 واحتماله 1 على 2 وبنفس الطريقة من الفرع V نأخذ منه 3 أفرع الفرع الأول يمثل قيمة 1 واحتماله 1 على 6 والفرع الثاني يمثل القيمة 2 واحتماله 1 على 3 والفرع الثالث يمثل القيمة 3 واحتماله 1 على 2 ثالثا نكرر الترجمة 120 مرة واحد ما القيمة المتوقعة لعدد النتائج التي تبدأ بالحرف R أي باللون الأحمر اثنان ما القيمة المتوقعة لعدد النتائج التي تنتهي برقم واحد ثلاثا ما التكرار المتوقع لنتيجة بين قوسين R.1 الحل القيمة المتوقعة لعدد النتائج التي تبدأ بالحرف R إذا كرنا التجربة 120 مرة هي 120 ضرب احتمال ظهور اللون الأحمر أي 1 على 4 وتساوي 30 حل الطلب الثاني القيمة المتوقعة لعدد النتائج التي تنتهي بالرقم 1 هنا احتمال ظهور رقم 1 هو 1 على 6 إذن نضرب عدد مرة تكرار التجربة والذي هو 120 باحتمال الرقم 1 والذي هو 1 على 6 فيكون 1 على 6 ضرب 120 ويساوي 20 حل الطلب الثالث التكرار المتوقع لنتيجة بين قوسين رفاصل 1 أي أن يستقر الدولاب A عند اللون الأحمر وأن يستقر الدولاب B عند الرقم 1 حيث احتمال أن يستقر الدولاب A عند اللون الأحمر هو 1 على 4 واحتمال أن يستقر الدولاب B عند الرقم 1 هو 1 على 6 وبما أننا نكرر التجربة 120 مرة فتكون العملية الحسابية كالتالي 1 على 4 ضرب 1 على 6 ضرب 120 ويساوي 5 رابعا نفترض أننا نكررنا التجربة N مرة اشرح لماذا تكرار النتيجة بين قوسين R.1 هو حوالي 1 على 4 ضرب 1 على 6 ضرب N مرة الحل نتيجة ظهور اللون الأحمر والرقم 1 تظهر في حالة استقرار الدولاب الملون على اللون الأحمر والدولاب المرقم على الرقم 1 ويتحقق ذلك عن طريق ضرب احتمال ظهور اللون الأحمر والذي هو 1 على 4 باحتمال ظهور الرقم 1 والذي هو 1 على 6 في كل تجربة وفي حالة N تجربة يكون التكرار المتوقع هو 1 على 4 ضرب 1 على 6 ضرب N مرة تقريبا تعلم تسمية على شجرة الإمكانات لتجربة عشوائية نسمي فرعين متتاليين مسارا خاصة على شجرة إمكانات محملة بالاحتمالات احتمال حدث في نهاية أي مسار يساوي جداء ضرب احتمالات المسار مثال لتكون التجربة أولا نلقي قطعة نقود متوازنة بعدئذ ندور الدولاب أي الوارد في النشاط السابق والذي يمثل الدولاب المرقم وإلى كون الحدث ظهور الشعار في التجربة الأولى وظهور رقم 2 في التجربة اللاحقة نرمز إلى هذا الحدث بالرمز بين قوسين قطش فاصل 2 واحتماله يساوي احتمال ظهور الشعار والذي هو 1 على 2 ضرب احتمال ظهور الرقم 2 في الدولاب المرقم والذي احتماله يساوي 1 على 2 فنكتب به بين قوسين قطش فاصل 2 يساوي 1 على 2 ضرب 1 على 2 ويساوي 1 على 4 ولرسم شجرة الإمكانات أولا نرسم شجرة الإمكانات لقطعة النقود فيكون لدينا فرعين فرع يمثل القيمة H واحتماله 1-2 والفرع الثاني يمثل ظهور الكتابة T واحتماله 1-2 ولإكمال ججلة الإمكانات نأخذ من الفرع H ثلاث أفرع تمثل احتمالات الدولاب المرقم ويكون الفرع الأول يمثل قيمة 1 واحتماله 1-6 والفرع الثاني يمثل القيمة 2 واحتماله 1-2 والفرع الثالث يمثل قيمة ثلاثة واحتماله واحدة لسلاسة ونأخذ أيضا من الفرع تي سلاسة أفرع تمثل احتمالات الدولاب المرقم حيث الفرع الأول يمثل قيمة واحد واحتماله واحدة لستة والفرع الثاني يمثل قيمة اثنان واحتماله واحدة لاثنان والفرع الثالث يمثل قيمة ثلاثة واحتماله واحدة لسلاسة اكتساب معارف كيف نحسب احتمال حدث في اختبار المركب من تجوبتين مثال يحوي مغلف خمس بطاقات متماثلة ثلاث منها زرقاء B واثنتان خضراء وان V نسحب من المغلف عشوائيا بطاقة ثم نعيدها إلى المغلف لنسحب منه عشوائيا بطاقة للمرة الثانية ونتأمل لوني البطاقتين المسحوبتين أولا أرسم شجرة الإمكانات وزود فرورها باحتمالات النتائج بصيغة كسور عشرية الحل هنا في حال سحب بطاقة فلدينا احتمالين احتمال أن تكون زرقاء واحتمال أن تكون خضراء لذلك لدينا فرعين الفرع الأول يمثل اللون الأزرق B واحتماله 3 على 5 أي 0.6 والفرع الثاني يمثل اللون الأخضر V واحتماله 2 على 5 أي 0.4 وبما أننا قمنا بالتجربة على مرحلتين حيث في المرحلة الأولى سحبنا بطاقة ثم عدناها إلى المغلف لنسحب بطاقة مرة أخرى فهنا بقيت الاهتمالات كما هي في المرحلة الثانية أي أن احتمال ظهور بطاقة زرقاء هو 0.6 واحتمال ظهور بطاقة خضراء في المرحلة الثانية هو 0.4 ولإكمال لجراجة الإمكانات نأخذ فرعين من الفرع الأول والذي يمثل البطاقة الزرقاء وهذين الفرعين أحدهما يمثل قيمة B واحتماله 0.6 والفرع الثاني يمثل قيمة V واحتماله 0.4 ونأخذ أيضا من الفرع الثاني والذي هو V فرعين أحدهما يمثل قيمة B واحتماله 0.6 والثاني يمثل قيمة V واحتماله 0.4 وهنا لدينا أربع احتمالات أن نسحب في المرة الأولى بطاقة زرقاء وفي المرة الثانية بطاقة زرقاء وأن نسحب في المرة الأولى بطاقة زرقاء وفي المرة الثانية بطاقة خضراء وأن نسحب في المرة الأولى بطاقة خضراء وفي المرة الثانية بطاقة زرقاء وأن نسحب في البطاقة الأولى بطاقة خضراء وفي المرة الثانية بطاقة خضراء ثانيا أحسب احتمال الحدث سحب بطاقتين زرقاويتين الحل الحدث سحب بطاقتين زرقاويتين هو الحدث بين قوسين بي فاصلة بي ومنه فإن به بين قوسين بي فاصلة بي يساوي به بين قوسين بي ضرب به بين قوسين بي ويساوي 0.6 ضرب 0.6 ويساوي 0.36 ثالثا أحسب احتمال الحدث سحب بطاقتين من لون واحد أي إما أن تكون بطاقتين زرقاويتين أو أن تكون بطاقتين خضرويتين الحل الحدث سحب بطاقتين من لون واحد أي إما بين قوسين V.V أو بين قوسين B.B نرمز إلى هذا الحدث بالرمز E فيكون به بين قوسين E يساوي به بين قوسين B.B زائد به بين قوسين V.V واحتمال ظهور بطاقتين خضرويتين هو احتمال ظهور اللون الأغضر في المرحلة الأولى ضرب احتمال ظهور البطاقة ذو اللون الأغضر في المرحلة الثانية أي به بين قوسين V ضرب به بين قوسين V ويساوي 0.4 ضرب 0.4 ويساوي 0.16 ولدينا سابقا به بين قوسين B.B يساوي 0.36 إذن نعوض في احتمال ظهور الحدث E فيكون به بين قوسين E يساوي 0.36 زائد 0.16 ويساوي 0.58 رابعاً وحسب احتمال حدث سحب بطاقتين من اللونين مختلفين الحل الحدث سحب بطاقتين من اللونين مختلفين هو عكس الحدث E إذن احتمال سحب بطاقتين من اللونين المختلفين يساوي 1 ناقص به بين قوسين E ويساوي 1 ناقص 0.52 ويساوي 0.48 أو يمكن حل هذا الطلب كما في الطلب السابق وهنا احتمال سحب بطاقتين من اللونين المختلفين أي أن تكون البطاقة في المرحلة الأولى لونه أخضر والبطاقة في المرحلة الثانية لونه أزرق أو أن تكون البطاقة في المرحلة الأولى زرقاء والبطاقة في المرحلة الثانية خضراء ومنه فإن بين قوسين صور فاصل ستة ضرب صور فاصل أربعة زائد بين قوسين صور فاصل ستة ضرب صور فاصل أربعة ويساوي صور فاصل ثمان وأربعون تحقق من فهمك يحوي كيس سلاس كرات حمراء وكرتين خضرويين وتحوي علبة أربع مكعبات زرقاء وثلاث صفراء نسحب عشوائيا كرة من الكيس ونسجل لونها ثم نسحب عشوائيا مكعبا من العلبة ونسجل لونها أولاً أرسم شجرة الإمكانات ورمز نتائج تجربة ثانياً حمل فروع شجرة احتمال كل نتيجة الحل هنا نرمز للحدث سحب كرة حمراء بالرمز A وللحدث سحب كرة خضراء بالرمز B وللحدث سحب مكعب أزرق بالرمز R وللحدث سحب مكعب أصفر بالرمز T وللرسم شجرة الإمكانات نرسم أولاً شجرة إمكانات كيس الكرات وهو يحوي فرعين الفرع الأول يمثل سحب كرة حمراء والفرع الثاني يمثل سحب كرة خضراء ونكمل شجرة الإمكانات حيث نأخذ من الفرع الذي يمثل سحب كرة حمراء فرعين يمثل الفرع الأول سحب مكعب أزرق R والفرع الثاني يمثل سحب مكعب أصفر T ونأخذ من الفرع الثاني والذي يمثل سحب كرة خضراء فرعين أحدهما يمثل سحب مكعب أزرق R والفرع الثاني يمثل سحب مكعب أصفر T حل الطلب الثاني تحميل فرع شجرة احتمال كل نتيجة أولاً احتمال سحب كرة حمراء أي به بين قوسين A يوساوي عدد الكرات الحمراء في الكيس على العدد الكلي أي 3 على 5 واحتمال سحب كرة خضراء أي به بين قوسين B يوساوي 2 على 5 واحتمال سحب مكعب أزرق أي به بين قوسين R يوساوي عدد المكعبات الزرقاء على العدد المكعبات الكلي أي به بين قوسين R يوساوي 4 على 7 واحتمال سحب مكعب أصفر أي به بين قوسين T يساوي ثلاثة على سبعة ونضع هذه الاحتمالات على فروح جرجة الإمكانات هنا في هذه التجربة لدينا احتمال أن نسحب كرة حمراء ومن ثم سحب مكعب أزرق واحتمال أن نسحب كرة حمراء ومن ثم مكعب أصفر واحتمال أن نسحب كرة خضراء ومن ثم مكعب أزرق واحتمال أن نسحب كرة خضراء ومن ثم مكعب أصفر أي به بين قوسين A.R. يساوي 3 على 5 ضرب 4 على 7 ويساوي 12 على 35 واحتمال ظهور كرة حمراء ومكعب أصفر أي به بين قوسين A.T. يساوي احتمال ظهور كرة حمراء ضرب احتمال ظهور مكعب أصفر أي 3 على 5 ضرب 3 على 7 ويساوي 9 على 35 وبه بين قوسين B.R. يساوي 2 على 5 ضرب 4 على 7 ويساوي 8 على 35 وبه بين قوسين B.T. يساوي 2 على 5 ضرب 3 على 7 ويساوي 6 على 35 تدرب نتأمل دولابا دورا قسمة إلى 6 شرائح بيضاء و6 شرائح بنية وجرة تحتوي 3 كرات بيضاء و1 بنية نسحب عشوائيا كرة من الجرة ونسجل لونها ثم نلقي تلك الكرة عشوائيا على الدولاب وننتظر حتى يستقر الدولاب لنسجل لون الشريحة التي استقرت عليها الكرة على سبيل المثال يدل الرمز بين قوسين W.B على أننا ألقينا كرة بيضاء فاستقرت على شريحة بنية بينما يدل الرمز بين قوسين W.W على أننا ألقينا كرة بيضاء فاستقرت على شريحة بيضاء أولا على ما يدل كل من الرمزين بين قوسين B.W وبين قوسين B.B الحل يدل الرمز بين قوسين B.W على أننا سحبنا من الكيس كرة بالنية وألقيناها على الدولاب فاستقرت على شريحة بيضاء ويدل الرمز بين قوسين B.B على أننا سحبنا من الكيس كرة بالنية وألقيناها على الدولاب فاستقرت على شريحة بالنية ثانيا انسخنوا أكمل شجرة الإمكانات لهذه التجربة ثم أحمل كل فرع الاحتمال المناسب الحل لرسم شجرة الإمكانات نبدأ برسم شجرة الإمكانات للجرى التي تحتوي على أربع كرات حيث لدينا فرعين الفرع الأول يمثل سحب كرة بيضاء واحتماله 3 على 4 والفرع الثاني يمثل سحب كرة بنية واحتماله 1 على 4 ومن ثم في حال سحب كرة بنية أو كرة بيضاء فلدينا احتمالين لكل واحد منهما حيث أما أن تستقر الكرة على شريحة بنية أو أن تستقر الكرة على شريحة بيضاء لذلك نأخذ من الفرع الذي يمثل سحب كرة بيضاء فرعين الفرع الأول يمثل شريحة بنية والفرع الثاني يمثل شريحة بيضاء حيث احتمال ظهور الشريحة البنية هو 6 على 12 أي 1 على 2 واحتمال ظهور شريحة بيضاء هو 6 على 12 أي 1 على 2 ونأخذ أيضاً من الفرع الذي يمثل سحب كرة بنية فرعين الفرع الأول يمثل شريحة بيضاء واحتماله واحدة لاثنان والفرع الثاني يمثل الشريحة البنية واحتماله واحدة لاثنان ثالثاً أحسب احتمال كل من الحدسين الحدس إي تستقر كرة على شريحة من لونها والحدس إف تستقر كرة على شريحة من غير لونها الحل الحدس إي أي أن تستقر الكرة على شريحة من لونها هنا لدينا احتمالين احتمال أن تكون الكرة بيضاء وتستقر على شريحة بيضاء واحتمال أن تكون الكرة بنية وتستقر على شريحة بنية وبالرموز به بين قوسين E يساوي به بين قوسين B.B زائد به بين قوسين W.W ويساوي 3 على 4 وهو احتمال سحب كرة بيضاء ضرب 1 على 2 وهو احتمال الشريحة البيضاء زائد 1 على 4 وهو احتمال سحب كرة بالنية ضرب 1 على 2 وهو احتمال الشريحة بالنية ويساوي 1 على 8 زائد 3 على 8 ويساوي 4 على 8 ويساوي 1 على 2 أما الحدث F وهو أن تستقر كرة على شريحة من غير لونها وهنا لدينا احتمالين أن نسحب كرة بيضاء وتستقر على شريحة بالنية أو أن نسحب كرة بالنية وتستقر على شريحة بيضاء وبالرموز به بين قوسين F يساوي به بين قوسين B فاصلة W زائد به بين قوسين W فاصلة B ويساوي 1 على 4 ضرب 1 على 2 زائد 3 على 4 ضرب 1 على 2 ويساوي 1 على 8 زائد 3 على 8 ويساوي 4 على 8 ويساوي 1 على 2 انتهى التسجيل